اللي الأول في العودة للأصول نعم في حاجة في أنا اسمها رؤية وحلم ولا ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم طبعا فيه لأن الأحلام واديها المنام يعني الأحلام الوادي والوطن بتاعها والسكن أي فلازم أنه يمشوف لا أستاذ الكبار من أمثال عكاشة به طبعا ربنا نسيب الخيرات يعني يقولوا ما فيش بني آدم ما بيحلمش ولكن من رحمة الله ببعض الناس أمثالي أنهم لا يذكرون ما رأوا في منامي لكن أكيد شاف لأن أنا بأوزعن للعلم اللي إحنا عايزين نقوله النهاردة بقى كلام جديد نوفي قطير إلى درجة لا توصف بكلمة أشنع من الخطورة أن مسألة المنامات دي من أهم أسباب تخلف الأمة من زمان لغاية النهاردة عايزين نقول للناس يحرموا على أنفسهم يقولوا إيه في هذا الوادي اللي هو معظمه سمك لبن طمر من شبرة تماما يبتهم الآخر أه طبعا أول حقيقة نقولها أن هذا الدين لا تستقى أحكامه من المنامات الله يفتع عليه اثنين أن هذا الدين يدعو إلى تفسير اليقظة نحن لجأنا إلى تفسير الأحلام ما معنى تفسير اليقظة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر سأل شابين من شباب الكفرة عن عدد القوم عددك كام كانوا جايين ياخدوا مية يعني فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لا نعلم يا محمد فصدقهم صلى الله عليه وسلم وقال كم يذبحون قالوا يوماً تسعة يوماً عشر ياخد معلومة وعليها قال القوم ما بين التسعمائة والألف لأن إذا كانوا يبلاحوا تسعة نوع فكلنا يكون لهم بييس استهلاكهم وبييس أكلهم وشربهم وبيحدد على الواقع وحدد الحدد ألا لو كانت الحكاية حلم كان حلم به طبعاً ألا نتعلم من هذا كيف نفسر واقعنا بأن اللي عنده ثلاث عيال عايزين أدئيه في الشهر من صريف اللي عنده أربع عيال عايزين أدئيه في اليوم في طار وغدى وعشى فيعملي حسابه علشان يبقى زي النبي مقال القوم عددهم كذا لأنا بدرس في الجامعة حاجة اسمها أبنية القلة وأبنية الكاثر وزملاء الأفاضل يعني لمرتلك الثلاثة اللي فات أساس زيتنا مات والله أرحمه فالباقون إما تلمزتنا وإما زملاء من درسة العيال دي بأننا 40 سنة باليوم أبنية القلة وأبنية الكاثر لو احنا بنفهم عربي يعني أبنية قلة وأبنية إيه كاثر وقلنا لو واحد قابلته في الشارع وقال لك أنا عندي ضيوف تقول له الله يعينك الله يعينك الله يعينك ثلاث مرات لأن احتمال يكون عنده ألف ضيوف واحتمال يكون مئتين وخمسين فعول ده من أبنية الكاثرة مش القلة لكن لو قال لك أنا عندي أضيوف يبقى من الثلاثة للعشر صور لخدمتين جنيا هم مساعدة غديهم كلهم ده تفسير اليقظة احنا مفسرناش اليقظة اليقظة زي ما قوله حتى كابلت بضرب أمثال احنا اهربنا للحيل البيت يكلف كام الديهان يكلف كام تفسير اليقظة احنا دخين على إيه يا سعدتي حضرتك لحد بيسألك من السادة المستنونيين المسقفين ويقولك ما صدحها فين كورونا هتعمل فينا إيه كورونا هتعمل فينا إيه فصل اليقظة لما يقولك أن كل يوم عددنا بزيد يبقى فيه بلاو جاية يبقى أخذ احتياطاته لما يقولك إن فيه أزمة اقتصادية يبقى خلي بلاك الداخل الأمة محتاجة لده لكن كله راحة للمنام محتاجة تصحى مش محتاجة نيب ايه